من أهم الرؤى التي يراها الناس في منامهم رؤية الميت في المنام وذلك لأنها رؤية دائما تكون مليئة بالتنبيهات والتحذيرات والبشارات والدلائل وأحيانا تكون مليئة بالروحانيات وهي رؤية لا يتدخل فيها الشيطان فغالبا ما تكون رؤية حق من الله سبحانه وتعالى لأجل هذا خصصت مع حضراتكم هذه الحلقة إن شاء الله لنعرف فيها كل شيء وبالتفصيل عن رؤية الميت في المنام نعم سنعرف في هذه الحلقة إن شاء الله ما معنى أن يكلمني الميت في المنام ما معنى أن يصافحني أن يعانقني أن يبتسم في وجهي وسنعرف أيضا ما معنى أن يتخانق معي أن يتشاجر معي أن يضربني أن أضربه أن يتكلم معي بكلام فضل وغليظ وسنعرف أيضا إن شاء الله ما معنى أن يعطيني الميت شيئا في المنام أن يأخذ مني شيئا في المنام أن يوصيني بشيء في المنام كل هذا وغيره سنعرفه في هذه الحلقة إن شاء الله فابقوا معنا وتابعونا إخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية ما معنى أن يكلمني الميت في المنام أحبة في الله انتبهوا جيدا فإن الميت في دار الحق ونحن في دار الغروب وهو قد مات وانكشف له كل شيء يعني رفعت عنه الحجب وبالتالي ينبغي أن نأخذ كلامه على محمل الجد والاهتمام أحيانا يأتيك الميت تنبهك على شيء يلفت انتباهك إلى شيء يدلك على شيء خذ كلامه على محمل الجد أحيانا يأتي الميت في المنام لكي يحذرك من شيء يحذرك من مكان يحذرك من مشروع يحذرك من عمل يحذرك من شخص بعينه أيضا ينبغي أن نأخذ كلامه على محمل الجد والاهتمام أيضا إخوتي في الله أحيانا يأتي الميت في المنام يعطيك إشارة أو رمز إلى حاجة معينة ممكن أن تفهمش كلامه تأخذ الجملة أو مجموعة الكلام الذي ذكره لك وتذهب به إلى مفسر الأحلام وهو سيحل لك كل الألغاز التي فيها أحيانا يأتي الميت ليحذرك من سحر أيها الله أحيانا كده يأتي لك صريحة يقول لك خلي بالك فلان ده عمل لك سحر يقول لي خلي بالك فلان دي عملالك سحر أيضا ينبغي أن نأخذ هذا على محمل الجد والاهتمام ليه لأن الميت كما قلت لك إخوتي في الله انكشفت له أشياء كثيرة وخلي بالك دي من أدل الرؤى ومن أدق الرؤى التي تدل على أن الإنسان مصاب بالسحر فعلا أيها رأيها خذها مني أنا صراحة لو إن ميت جاءك في المنام وقال لك خلي بالك فلان أو فلان عملالك أو عملالك سحر تخلي بالك تخلي بالك أخي في الله ليه لإن أكثر من 90% هذه الرؤية صدقت وعن تجارب شخصية عشتها بنفسي كما قلت لكم أنا الذي في المعمعة بفضل الله سبحانه وتعالى في العلاج بالقرآن الكريم مع الناس منذ زمن طويل فهذه الرؤية غالبا لا أريد أن أكون مبالغا يعني أقول دائما ما تكون صادقة لا أقول غالبا ما تكون صادقة إذن أحبة في الله مجمل الكلام في هذه النقطة لا تهمل ولا تستهن بكلام الميت أبدا طيب يا مولانا ما معنى أن يأتي الميت في المنام فيصافحني أو يعانقني وخلي بالك في ناس بتخاف من الرؤية دي يعني شوف حد من أقرباء اللي مات في المنام بيخضب الحض أو بيسلم عليه سلاما حارا فيه كي زعلان وليم مولانا خلاص بين لها الرابط إيه يا ابن الناس اللي قربت يقول لي خلاص بين الواحد هيموت ليه دا أنا شفت قريبي المتوفى قاي خدني بالحضن وسلم عليها والقصة دي أبدا من قال هذا الكلام دا أجمل شيء في الرؤية عناق الميت ومصافحته لك في المنام إيه رأيك أجمل حاجة في الرؤية إنك تشوف الميت بصفحك كده بحرارة أو يخذك بالحضن طب تدل يعني مولانا تدل على شيء إما طول العمر وإما تحقيق الأمنيات إما إن ربنا كتب لك عمر طويل وإما إن في أمنية في حياتك سيحققها الله سبحانه وتعالى لك وأحيانا تدل على رضا الميت عليك وده برضو شيء كبير وشيء حظيم إيه إن معناها إنك أنت عملت أشياء بعد موت ذلك الشخص الذي جاءك في الرؤية أسعدته وأفرحته كما قلت لك الذي يظن أن الميت ينقطع عنا وينقطع عن الناس بعد موته ده لا ده إنسان غلطات أبدا بل في أحاديث وأنا مش عايز أفتح المجال ما حضرتكم يعني يقول إن الروح إذا كانت صالحة وصعدت إلى السماء التخذ بها الأرواح الصالحة وبغي يسألوا هناك فلان ماذا فعلت وفلان ماذا فعل وإحنا سبنا فلان ده مثلا في الجمعة طب إيه أخباره دلوى فهناك اتصال اتصال دائم بيننا وبين الأموات ومن أكثر المناطق التي يتصل بنا إلى الأموات في المنام هي من خلال الرؤية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات يعني وحي السماء انقاطع خلاص بعد النبوة لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا ما المبشرات يا رسول الله قال الرؤية يراها أحدكم في منامه تمام فحبيبا في الله اختصار الكلام مصافحة الميت وعناقه وسلامه عليك في المنام ده شيء جميل وشيء مفرح بإذن الله سبحانه وتعالى طيب أفرضي مولانا أنا شفت العكس من ذلك يعني شفت الميت متجهن في وجهي غطبان زعلان بالعكس أنا طب إيه رأيك أنا مثلا شفت الميت بيتخانق معايا أنا أتشاغر معه بيضربني باضربه والميت ده ممكن يكون أبي أمي قريبي صحبي حبيبي قاري آه إنسان آه مجرد أعرفه معرفة شخصية إيه معنى الكلام ده كله هي بصراحة يعني رؤية المشاجرة والعراق والخصاب مع الميت نخلي بلنا منها كويس ليه لأنها بتدل على حكتين إما إنه في حاجة غلط في حياتك أنت بتعمل حاجة غلط فدي قتلك إشارة من ربنا سبحانه وتعالى كما قلت بما أن الميت في دار الحق ونحن في دار الغروب دي قتلك إشارة من ربنا سبحانه وتعالى إنك بتعمل حاجة غلط وإنه في حاجة مش مزوطة في حياتك ولازم تصحح منها ولازم ترجع لربنا سبحانه وتعالى خصوصا حبيبي في الله لو كان الميت اللي قالك ده مشهود له بالصلاح أو كان حاله مع ربه مستور آه يعني آه مش من العارفين بالله أو من الصالحين حاله مستور يعني كان كافي خيره شره بياكل لؤمته بالحلال وكان محافظه على فرض ربنا مثلا يعني آه وجالك في المنام زعلان منك أو من دايق أو من خاص من قصص الله ما كانش في بينك وبينه مشاكل يعني لا ده إشارة كبيرة من الله سبحانه وتعالى تقول لك انت به في حاجة غلط في حاجة غلط في حياتك إما معصية إما حاجة بتئز بها الناس إما بيدخل على بيتك لؤمة حرام آه يعني شيء من هذا إيه القبيل طيب لو كان أنت تعرف الميت ده ويعني ما كانش حال كويس مع ربنا في الدنيا وشفت في المنام جاي زعلان منك متجاهم وعايز ضربك أو أنت تخلئت معاه أقول لك في هذه الحالة الميد أصلا زعلان منك ومات وهو زعلان منك وبرضه ما فيش مانع إنك أنت تراجع نفسك وتشوف لو أنت عامل حاجة غلط سواء مع هو أو مع أهل أو مع ربنا سبحانه وتعالى ترجع عنها مباشرة أحبة في الله والله رؤية الميد كما قلت مليئة بالدلائل ومليئة بيئة الخيرات ومليئة بيئة البشارات وأحيانا مليئة بالاتصالات والروحانيات الربانية فلا نريد أن نهملها أبدا وخلي بالك ما كان يسعد الميت في دنيا يسعده وهو عند الله وما كان يغضب الميت في دنيا يغضبه وهو عند الله مش عشان أنت كنت عامل حساب أن والدك أو والديدك معاك في الدنيا ومش عايش تزعالهم والقصة دوه قلت يا عم هي كلها هي يعني هم هيعيشوا أدي معاش سيب بلقول كده احنا يعني سنة ولا سنتين وبتاع وبعد ما مات رحتين تعملت كل حاجة كانت بتزعالهم لا لا أبدا هي هي والله بيعرفوا بيها وبيحسوا بيها وبزعالوا منك يعني مثلا كنت مدفرف على أخواتك كنت واصل أرحامك كنت عامل حاجات كويسة لأنك شايف أن الحاجات دي هتسعد والدك بعد ما مات خلاص احنا بعدها ننطنش هي العظمة الكبيرة اللي كانت لما نماتي ويبدأ باع كل واحد ينقطع عن التاني وكل واحد في حاله يحقد على دا ويزعل من دا لا يا حبيب لا ما هو بيوصل ما هو بيوصل واخد بلك الزاك فما كان يسعد الميت في الدنيا سيسعده في الآخرة وما كان يغضب الميت في الدنيا سيغضبه أيضا وهو في الآخرة في دار المقامة عند الله سبحانه وتعالى طيب داب كده عشان ما طولش على حضراتكم يعني معنى إن الميت يتشاجر معي أو يتخانق أو أني شوفه زعلان أو القصص دي كلها طيب يا مولانا ما معنى أن يأخذ مني الميت شيء في المنام تمام وما معنى أن يعطيني شيء في المنام وما معنى أن يوصيلي بشيء بداية عطية الميت في المنام خير كبير هذه في الحالة الأولى ما معنى أن يعطيني الميت شيء في المنام إذا أعطاك الميت شيئا في المنام فبشراك بشراك بشراك لأن كما قلت لك عطية الميت في المنام خير مطلق وأمنية سوف يحققها الله لك أي حاج أعطاها لك الميت في المنام أهم حالها ما يكونش حراب الحاجة دي محرمة يعني زي لحم خنزير أو خامرة مثلا لكن دون ذلك ما كانتش حراب كل عطية للميت لك في المنام خير مطلق وأمنية سوف يحققها الله لك أيا كان ذلك الشيء الذي أعطاه لك الميت في المنام سواء كان مأكولا أو مشروبا أو ملبوسا أو حتى من المقتنيات بوش راك طب إيه يا مولانا هي خير مطلق بص بشرة خير وحاجة خير حاجيك إن شاء الله على حسب الحاجة اللي انت تتمنى واحد يتمنى صفر واحد يتمنى وظيفة واحد يتجوز واحد يتمنى يخلف فهي أمنية ربنا يحققها طب أفرض يا مولانا شفت الميت مش بيعطيني لا دا بياخد مني حاجة في المنام الميت وأحبتي في الله عند الله سبحانه وتعالى واللي عند ربنا دا عايز حاجة عايز حاجة ترفع دركته وتحسن مقامه عند الله فانت لما تشوفه ياخد منك حاجة على طول كده أخدها قاعدة أنت ومغمض عينيك معناها إيه محتاج منك صدقة محتاج منك صدقة وثواب عند ربنا سبحانه وتعالى وشفت الميت أخد منك أكل شرب لبس هدوط أي حاجة أي حاجة أخدها منك الميت أول ما تؤمن النوم كده تروح على طول تفكر تعمله صدقة تقرأ على روحه الفاتحة شيئا من القرآن الكريم تعمله حاجة على روحه سواب أي حاجة تستغفر له ربنا سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يرفع درجته عندهم طب يا مولانا لو شفتوا بياخد مني أكل أكل لما نؤمن النوم نوزع من نفس الأكل اللي شفت الميت بياخده مني لو تقدر لو تقدر فهي مستحبة يعني مثلا إيه شفت الميت في المنام يقولك أنا عايز لحمة مثلا أو عايز خبزة أو عايز مثلا رز بلبة مثلا بيحصل والله وأخذ بالك إزاي لو في مقدرتك أول ما تؤمن النوم تشوف الجماعة المحتاجين الجماعة الفؤر اللي هم على باب الله تعمل لهم لحمة تعمل لهم رز بلبة تعمل لهم طحينة تعمل لهم خبزة زي الحاجات اللي هو إيه الحاجة اللي شفت الميت في المنام بياخدها منك طيب أفرض يا مولانا أنا شفت الميت ما خدش حاجة بس خد حد يعني إيه خد حد يعني شفته كده دخل البيت خد حد من أفراد البيت وماشى طلع بيه طبعا الرؤية دي سيئة جدا ولا طبعا مش حفسرها لأنه معروف أن رؤية معلقة في عقوب طائر فإذا أولت وقعت فأنا مش حفسرها عشان ما تتحققش مع حد يشوفها بس إنت اللي عليك أول ما تشوف الرؤية دي ما تحكهاش لحد دي أول حاجة لما تؤمن النوم تدفل كده عن يسارك ثلاث مرة آه كده كده بسيط يعني ثم تقول اللهم إني أعوذ بك من شر هذه الرؤية ومن شر الشيطان الرجيم عشان ما تتحققش الرؤية دي بالذات وما تحكهاش لحد زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأى أحدكم في منامه شيئا يكرهه فإذا قام من نومه فليدفل عن يساره ثلاثا ثم ليستعذ بالله من شر الرؤية ومن شر الشيطان الرجيم ثم لا يحدث بها أحدا أبدا أي بالرؤية ثم لا يحدث بها أحدا أبدا فإنها لا تضره إن شاء الله طيب أخر حاجة النهار دمعانا وصية الميت في المنام حبيبي في الله عشان ما أطولش عليك حقولها لك كده في قاعدة وصية الميت في المنام واجبة التنفيذ إن كانت لمصلحة دين أو دنيا أهو كلمتين ورب غطاه وصك على حاجة خصة دينك حتنفعك في دينك تعملها على طول ودي إشارة من ربنا سبحانه وتعالى طيب وصك على حاجة فيها نفع ليك في الدنيا مش في الدين برضو تعملها واعتبرها إشارة من ربنا سبحانه وتعالى طيب شفت الميت وصاك على حاجة شر أو تخالف دينك زي إيه مولانا زي واحد مثلا شف والده في المنام يقول له ما تعطيش إخوتك في المراس مدى شر وضد الدين في المراس كل واحد ياخد حقه كما قال الله سبحانه وتعالى وشرع للذكة لمسل حظ الأنساء طيب إن شفت والدي مولانا وانت بتقول كلام الميت واجب النفز والوصية والقصة دي ودان ألياد يا فلان ما تعطيش إخوتك ولختك ولا القصة ديد الفشل أو فسد أو ما تعطيش في المراس نعمل لا ما تعملش ليه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وصية الميت واجبة النفاذ إذا كان فيها مصلحة في الدنيا أو مصلحة في الدين إلى هنا تكون انتهت حلقتنا لهذا اليوم أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم أن نلقاه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته